المدرس هنا قال كلام منطقي انت تعرفون انا ليحكي صاح الانسان عندي موقف قال كلام هنا منطقي اسمع اش قال والله راح تقول يعني هسه شدوس اسمع اننا عامل انتخاب الولاء ولو عملية متعثرة بالرد النوعي وهس راح تصير ازمة بسبب الانتخابات ننتخب لو ما ننتخب واحنا مثل بلع الموس اقل لك انتخب راح نكثر عدد الحرامين حلو مصحيح ليش لانه الساسة نفس الساسة هذا اللي راح ينتخب زعامة منه فلان وفلان فلان المرجعية قالت المجرب لا يجرب مو راح ينتخب هذا من جماعة عمال لو المالكي لو فلان لو فلان ظلم من بدة الانتخابات لهذا اليوم اذا لازم تنطولنا اسماء جديدة احزاب جديدة حتى نغير هذا بعد استولك لذلك احيانا مع وجود المجرب لا يجرب البعض يحاو يرقحها يعني انت كل عقلك انت كل عقلك انو الذولة ينطوها هايش بسهولة هذا البوق والفلوس والعقارات وغسل الاموال يطوك عملية ويدلهم ويطالبهم ويطلعوا اريد نجيب وجوه جديدة هذولة حبيبي ما يطلعون الا بالعصي هذولة ما يطلعون الا بالدوس هذولة ما يطلعون هذولة صاروا حيتان كل كل الزعامات السياسية صاروا حيتان انت تتخيل حوت بالع الدولة يعوف لك ياه ويمشي يطيها الغيرة لو يقول لك ايه والله انا غلطت بحقك تعال يلا اصلا وصلت بيهم مرحلة قاموا يهددون علني اللي يوقفوا بوجهنا رح نسوي ونسوي اوخ فعزيزي ساعد المدرس هذولة نهبوا البلد وحرامية لا تتخيل حرامي يعوف بوقا ويمشي انسى